السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ادريس الوهابي رئيس الجماعة الاسلامية الزاوية الشادلية بمدينة سبتة واحد من المواطنين ديال مدينة سبتة الشكر وموصول لكم على الحضور ديالكم داخل مدينة سبتة والاهتمام ديالكم بالساكنة ديال سبتة وهذه المعاناة اللي كدعانيها سواء في الدخول او في الخروج وهذه واحد الفرصة باش من هذا المنبر هذا نحكو لكم شوية على هذه المعاناة اللي كدعانيوها دائما مش غير جمعة وسبت والحد بل دائما اه في الدخول والخروج من والى مدينة سبتة ومشي غير سبتة احتملي لي كذلك في ان عند نفس المشكل هو ان النس اللي كيدخلوا سواء بالسيارات او على الرجل كيعانيو من واحد ازدحام راهيب اللي كيوصل في بعض الاحيان الى ستة تنسى بعد الساعة وبسيارة وكيوصل على الرجل حتى تقريبا ثلاثة ساعات او جد ساعات على حسب الظروف وطبعا هاد المشكل هذا يرجع اساسا الى الاجراءات الباطئة ديل اه الشرطة المغربية في 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 جوازات في ختم الجوازات شبابيك ديل ختم الجوازات حسب القول ديالهم ان السيستيم هو تقيل يعني هو اللي كيعمل هاد المشكلة هدا ما كيبغيش يقرأ الاسماء لان الاسماء ديل نسبتها متشابهة بزاف فكي تجبر محمد 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 عبد السلام محمد فنظر لي تشوي الاسماء كييوقع هاد كيكون هاد الاجراء الباطئ جدا اللي كيسبب مشكل كبير في في الحاسوب ديل الشرطة مما يجعل الساعات الطويلة ديال ديال التعطيل وفي وكيي الناس الخارج اللي كيقول لك على الناشية كيعملوها عمدا باش الناس الخارج دوصلهم واحد رسالة التخويف على اساس باش انهم يجوا على طنجة وعلى الناظر باش در تفاعل اسهم ديال الشركات البحرية ولا الشركة ديال البركوس ديال المغرب في جميع الاحوال احنا كنعاني من هاد المشكلة هادا معاناة كثيرة سهؤون في الدخول او في الخروج وكنا طلبنا يعني قدمنا رسالة وباقي ان شاء الله غادي نقدم واحد رسالة اخرى وغادي نجمع امضاءات من ناس ديال سبت ودميليا وغادي نمشو الى العاصمة الريباط لاجلي التقديم واحد ملتمس فيه بعض المطالب هاد المطالب منها انهم يعملون اعادة النظر في هذا السيستيم هذا اللي انه وليك يتقل بزاف تانيا يعملوا واحد الممر خاص بالنس كي بارسين لانك اجبار المرأة عند ستين سبعين سنة بالعكاز وهي وقفة ما لساعات طوال على الرجل وهذا الشي هذا غير معقول تاني حاجة لابد خصيم يخلو دائما واحد واحد المخرج للسيارات لا حسب المستعجلات الى وقعت شي عافية ولا شي حريق لاحفظ ولا شي حالة مستعجلة ما كيكونش ديك شي كي عمروا طرقا كلم نادرا في كيكون واحد طريق اللي عمره اذا كين بزاف ديال المطالب منها كذلك ان الناس السبتاه ممنوع اخرجه ولاettes ممنوع الي يمنوع يعني اخرجه في الدم اي حاجة مثل العادت سبتاه فحنا كنطلبوا على الاقل يخلونا خرج غير الحاجات المنزلية لان الناس ليلفيزا ولان خارج оно يف étant بغاء ولكن الناس ليلسبتاه ولكن اليكم يخطرو الخرج قوله له وهذ القضية التخريج كذلك انهوصلوا على الوردية سيبالية لاس裏 على ايسبانيا كي تتعاملوا بواحد الخشونا وبواحد التعامل اللي هو غير لا انساني مع الناس اللي يدخلو سوء امكانو نازل سبتا ولا نازل خارج ولا نازل الفيزا اي واحد كيدخول الافة اكتر من عشرة كيلو الصخرة كيسيبولكوشي في في القبم ما هادشي هادا اه يعني اه وماشي غير يعني بعض المرات وخامك الكوش وخامك جزاوشي عشرة كيلو كيسيبولك المسائل خصوص انده احنا فرمضان ورمضان عنده واحد الصخرة ديره خاصة يعني هادشي دير الشبكية ولا الحليوات ولا التمار ولا هادشي هادا كامل هو ما عنده ممنوع حلوية ممنوع يعني مشتقة الحليب ممنوع آآ السكرية بجي بجي بشتى انواعها انواعها ممنوعة اذا نحنا كسكان سبتا ومليلية عندنا هاد مشكلة هذا مع اسبان ما كي خلونا شي ندخلو هاد المسائل المنزلية اللي هي ضائلة واللي هي خفيفة جدا خصوصا في الصخرة اللي هي ديال رمضان واللي هي خاصة لاستعمال في رمضان اذا نحنا عندنا هاد مشكل مع المغرب بالنسبة للزحام الكاتير وعندنا مشكل مع الاسبان انهم كي منعونا ندخلو الصخرة للمنزل اللي كالفوت عشر الكيلو وبالخصوص الصخرة ديال رمضان وطبعا انتو ما راكم دخلتوا اليوم عبر الحدود وخرجتوا عبر الحدود وطبعا راكم لاحطوا لاحطوا التعامل ديال وردي السيبيل كيفش كيتعملوا مع الناس اللي هما كيدخلوا يعني اخر مثلا ما جيب واحبو كاديو معاه اولا جد البريوة ما جي معاه بش يكلون فترك كيسيب ملو اولا واحد اربعة التميرات ولا خمسة التميرات غد يفطر بيوم ربما صايم ولا شي حاجة كيقولوا لا سيب كل شي يعني كيسيب الحاجة اللي ما كتجاوز شي تلت تلتمية القرام معناه ان هذا يعني صراحة غير قانوني هو ممنوع يعني هذيك يعتبروها على انها من من الفواكه الجفة هذا التمار واللوز وهذا المثير كله والحلوة تعتبر من الفواكه ليجي ذلك هما كيسيبوا كل شي ولكن حتى انه يسيب ثلاثة ولا ربعة التميرات اولا واحد البريوة ولا شي حاجة اللي غايك للانسان في الطريق فهذا يعتبرو يعني خرقا خرقا سافرا في في القوانين ديال ديال العبر حسب ما ارى وفي الختام كشكركم جزيلا شكر على اهتمام ديالكم وعلى الالتفاة ديالكم وعلى ان اه الصوت ديالنا يوصل عبر القناة ديالكم الى الرأي العام باش نوضعوهم في الصورة ويعرفوا هذي المعاناة لكي يعانيها الناس ديال سبتة ومليلية على حد نسوي حافظكم الله ورعب اشتركوا في القناة